اشتركوا في القناة حلت المانيا في المركز الاول من حيث مستوردي التين التركي حيث بلغ حجم الصادرات اليها مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسين الف دولار فيما جاءت روسيا في المرتبة الثانية بمليون وسبعين الفا ومن ثم هونغ كونغ بثمانمائة واربعة الاف وبينما يعد هذا الرقم نجاحا اقتصاديا باهرا في قطاع التصدير تقول الحكومة التركية انها تطمح للوصول بحجم صادرات التين الاسود الى ستين مليون دولار خلال العام الحالي وخلال العام الماضي وصلت صادرات التين المجفف التركي الى خمس وثلاثين دولة حول العالم محققة عائدات بقيمة عشرة ملايين دولار وتنشط ثمار التين في عدد كبير من الدول حول العالم لكن التين التركي يتميز بخصائص تجعله في صدارة خيارات المستوردين حول العالم ويلقى التين المجفف الذي تشتهر بانتاجه ولاية آيدن غربية تركيا اقبالا كبيرا من الخارج خصوصا من العائلات الملكية حول العالم وقد ادت زيادة الطلب الخارجي عليه خلال العوام الاخيرة الى زيادة انتاجه وعدد الاشجار المثمرة للتين في تركيا والتي تقارب سبع ملايين ونصف المليون شجرة وتعد اشجار التين من الانواع التي تناسب بيئة الشرق الاوسط تماما فهي تحتاج الى ضوء الشمس والتربة شبه الجافة مع مصادر مياه جوفية تصل اليها عبر الجذور وتوجد اشجار التين حول الجداول المائية وفي المناطق الجبلية واحيانا على اطراف المزارع وتمثل تركيا حاضنة لجميع هذه الظروف البيئية